تقوم مصر بدور كبير في حفظ الأمن بعدد كبير من مناطق النزاعات حول العالم تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا تطالع الدولة المصرية بدور أقليمي ودولي كبير من أجل حفظ الأمن بعدد كبير من مناطق النزاعات حول العالم حيث تعد من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بأكثر من سلاسة ألاف فرد في البعثات الأممية المنتشرة في كل من مال والكنغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والبعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور بالإضافة إلى مساهمة محدودة في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وبذلك تأتي مصر ضمن الدول العشر الأولى الأكثر إسهاما في قوات حفظ السلام على مستوى العالم والأولى عربيا وسالسة على مستوى الدول الفرانكوفونية المساهمة المصرية الأولى في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة كانت في عام 1960 في الكنغو ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر في 37 بعثة لحفظ السلام مما دفع الأمم المتحدة لتوجيه الشكر لمصر على مساهمتها في حفظ السلام حول العالم إن مصر ترى أن مصر هذه المقاربة أصبحت ضرورة في ضوء التحديات الجسيمة المرتبطة بالنزاعات المسلحة وما تخلفه من إضعاف المؤسسات الوطنية وتقليص قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية وتنزيق النسيج الاجتماعي وكذا في ضوء التشابك بين النزاعات والهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات والتحديات للسلم والأمن الدوليين وتؤكد مصر على ضرورة المشاركة الكاملة للبلدان المساهمة بقوات في عملية صنع القرار في مجلس الأمن لتحقيق الفعالية المطلوبة لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة على أرض الواقع وعملت على دمج حفظ السلام وبناء السلام بحيث تقترن جهود حفظ السلام بجهود الإنعاش الاقتصادي وبناء القدرات فضلاً عن حماية المدنيين التي تؤكد عليها دوماً وتسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بسلاسة مبادئ أساسية وضعتها الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام كأداة لصون السلام والأمن الدوليين أولها أن يتم نشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموافقة أطراف النزاع الرئيسية وسانيها الحياد في التعامل مع أطراف النزاع أما الأخيرة فهو عدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس ودفاعاً عن المدنيين المعرضين للخطر هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 قراراً مصرياً بعنوان الاستغلال والانتهاك الجنسي تنفيذ سياسة عدم التسامح حيث يهدف في الأساس إلى تجنب ومنع الاستغلال الجنسي في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إذ يؤكد القرار على الالتزام بالسياسة عدم التسامح الكامل إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسي في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بما فيها الوكالات والصناديق والبرامج وفي الخامس عشر من فبراير من عام 2021 افتتحت لجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام أعمال دورتها لعام 2021 حيث شهد الاجتماع إعادة انتخاب مصر مقرراً لعمل اللجنة وفي السادس والعشرين من مايو من عام 2023 كرمت الأمم المتحدة مصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة مما يؤكد دورها الهام في حفظ السلام حول العالم